اشتركوا في القناة ورنة بالمنتخب الكاميروني هو غارق في المشاكل وطبعا هذه رح تكون نقطة ايجابية للمنتخب الوطني الجزائري من اجل سحق منتخب الكاميروني كل التفاصيل رح نتعرف عليها ان شاء الله في هذا الفيديو فاذا كنتم تشاهدونها المرة الاولى رجاء لا تنسوا اشترك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشال ميديا خلينا عزيز الكريم ذلك بالخبر الاول والذي يتعلق بالندوة الصحفية للكوتش جمال بالماضي كان توصل للعديد من التعليقات صراحة والعديد من الرسائل في مواقع التواصل اجتماعي من بينها الانستغرام كنت تقولولي يا وليد بالماضي وين راه بالماضي علاش ما بانش بالماضي حاليا يعمل بصمته بالماضي يعني دائما يعني بيلن نابل لانه دائما يخدم في صمت ما يحبش بالماضي يدير البوز في السوشال ميديا او في الاعلام او شي من هذا القبيل بالماضي يخدم في صمت فانتمنوله كل توفيق حاليا راح تدام على يعني المباراة الفاصلة راح يدقق في اللاعبين وإلى آخره ولكن الشيء يعني الرسمي هو انه بالماضي راح يعمل ندوة صحفية في قادم يعني الاياه اقشفت لنا تقارير والصحفيين عزيزي الكرام مقربين لبيت الاتحاد الجزائر الكورة القادمة لانه جمال بالماضي الاشبوع القادم ان شاء الله راح يعمل ندوة صحفية هنا في الجزائر في سيد موسى وبطبيعة الحال سيجيب عن جميع الاسئلة المتعلقة يعني بالمباريات للمنتخب الوضعي الجزائري سواء الفاصلة وكذلك حتى نكست كأش أمم أفريقيا سنة الفين ويعني واثنين وعشرين ورح يطرق إلى العديد من النقاط لأنه الشارع الجزائري كان يطرح العديد من الاسئلة وبالماضي سيجيب عليها في نهاية المطاف وأول مهام الكوتش جمال بماضي مثلما أكدت لنا نفس المصادر قائلة تنبل لأنه وطبعا المصادر هي الإداعة الوطنية الجزائرية أكدت قائلة تنبل لأنه سيدخل الكوتش جمال بماضي مباشرة في الأمور الجدية حيث سيعقد ندوة صحفية للحديث عن الخروج من الدور الأول لكأس أمم أفريقيا كما سيقوم بالماضي بعقد اجتماع مع مدير الجديد للمنتخب الجزائري جاهيد زفزاف من أجل منحيه التفاصيل اللازمة بخصوص المعسكر الذي سيجريه زملاء رياد محرس في غينية استوائية قبل السفر إلى الكاميرون بالماضي رح يعمل ندوة صحفية ورح يجيب عن الأسئلة التي حاليا تتداول ويطرحها الجمهور الجزائري كنت بغيين بالماضي بان رح قريب بان إن شاء الله بعد أسبوع من الآن والندوة الصحفية رح تلقوها هنا في القناة جميع التصريحات باللغة العربية وبكل شيء رح تلقو جميع التفاصيل هنا إن شاء الله في هذه القناة فإذا ما ركش مشترك اشترك في القناة تفعل زر التنبيهات لكي يصلك كل ما هو جديد في قادم المواعد على كل حال ننتقل الآن الزر الكرام إلى الخبر الموالي والذي يتعلق بالتحضيرات التي حاليا يقوم بها الاتحاد الجزائري للكوتش جمال بالماضي وللمنتخب الجزائري ما يسهلوا عليه المأمورية ضد المنتخب الكاميروني سمعنا العديد من النقاد كانوا ينتقدوا صراحة مقر إقامة المنتخب الوطني الجزائري في الكاميرون كالعبنا كأس أمم أفريقيا قالوا باللي أنه يعني الفندق لا يليق بأبطال إفريقيا ولكن بالنسبة لي أنه حتى منتخب مصر ما كانواش عايشين في رفاهية يعني معظم المنتخبات راحت في فنادق سيئة جدا يعني مش سانت إطوال دو إطوال ولكن حسب التقارير أكدت لنا باللي أنه يعني الاتحاد الجزائري لكورة القدم حجز وذلك بشكل رسمي في فندق كريستال بالاس صاحب الخمسة نجوب والذي يبعد عن يعني وسط مدينة دولة باثنين كيلومتر ومطار الدولة الدولي على بعد عشر دقائق بالسيارة فقط وطبعا هذه تأتي هذه الخطوة فقط بها يعني يوفر كل ما هو جيد للمنتخب الوطني جزائري ووفره لأساليب الراحة غير بها تلعب وفرحنا في المباراة الفصيلة حاليا ما كانش أعذار راح تتقلم على الحرارة في غيني الاستوائية عندك الفندق قريبة من يعني الملعب وقريبة من المطار هذه حاجة إيجابية وطبعا بالماضي أنا نتوقع باللي أنه كي راح يعمل هذا المعسكر التدريبي راح يتنقل يعني في وقت متأخر جدا إلى الكاميرون بها يلعب المباراة الفصيلة حسب رأي الشخصي البرنامج شاركناها معاكم سابقا ممكن أنه راح تحدث فيه بعض التغييرات على كل حال ننتقل الآن إلى الخبر المولي والذي يتعلق بأخبار محترفين الذين أعطوا ضمانات للمنتخب الوطني جزائري والكوتش جمال الماضي من أبرز نبدأ لكم عزيزي الكرام بنجم الخضر عيسى مندي عيسى مندي كان يعاني عيسى مندي ملعبش ولا مباراة عزيزي الكريم منذ يعني كأش أمم إفريقيا إلى حد يومين هذا اليوم لعب أساسي ضد نادي غرناطة قدم مستوى كبير أدى يعني أدى جيد تحصل على تنقيط نوعا ما جيد كما تشاهدون هو تنقيط نجمون الدولي جزائري عيسى مندي 7.2 اللاعب مازال باقي في الريتم العالي اللاعب مازال يقدم المستوى الكبير اللاعب مازال قادر يقسمد 90 دقيقة رغم أنه ملعبش ولا مباراة منذ كأس أمم إفريقيا إلى حد يومين هذا في المباراة اللي جمعت بين نادي غرناطة وكذلك نادي يعني فيا ريال والتي انتهت بأربعة أهداف مقابلة هدفين واحد اللاعب كان عنده ستة تشتيتات تشتيت يعني من على خط المرمى أوقفت سديدتين وطبعا كان عنده خطأ واحد لمسا الكرة 71 مرة تمرارات الدقيقة بلغت دقتها 91 الكرة الطويلة كانت يعني دقتها ثلاثة من أصل ستة يعني اللاعب ريقدم في المستوى الكبير وهذه الأرقام تفرح وتسعد بالماضي وتعطي حلول يعني هو دفعة معنوية كبيرة لأنه خط الدفاع عدنا مشاكل فيه صراحة بعض اللاعب المصابين بعض اللاعبين رسميا ما رحش يلتحقوا بالمنتخب الوطني جزائري على سبيل يعني المثال عدنا نجمون الدولي جزائري يوسف عطال عنده كسر بطبيعة الحل في الكتف كذلك بدران هذا اللاعب ما رحش يقدر يجيهته وعنده قطع يعني في الأوتار الركبة أو شيء من هذا القبيل المهم اللاعبين ما رحش يكونوا حاضرين معنا وهذو اللاعبين ريقدم مستوى الكبيرة رغم يرفرحوا بالماضي بهذه المستويات ويعطوا له حلول جديدة ننتقل الآن إلى اللاعب الموالي اللاعب الموالي يزال الكرام هو نجمون الدولي الجزائري رشيد غزال رشيد غزال هو أيضا ريقدم في المستوى الكبير جدا وحسب موقع سوفا سكور أكد قائنا باللي أنه رشيد غزال جناح بيشكتاش هو الأكثر صناعة للفرص على مستوى قاعدة بيانات سوفا سكور الإحصائية الخاصة بمباراية اليوم السبت بواقع سبع تمريرات مفتاحية وآسيست اللاعب قدم مستوى كبير وطبعا يعني تواجد في الواجهة الخاصة بهذا التطبيق وهذا القاعدة البيانات سبع يعني تمريرات مفتاحية ما شاء الله هذا اللاعب هو أيضا رح يعطي حلول لبا الماضي وطبعا في المنطقة اللي يلعب فيها والمصب اللي يلعب فيها رشيد غزال عندنا العديد من اللاعبين متقلقين على غير الرياض محرز كذلك يعني عندنا آدم والناس ما شاء الله عندنا العديد من اللاعبين فالشي اللي متخوف منه هو خط الدفاع وكذلك رأس الحربة هذا هو اللي رح نتخوف منه إن شاء الله بالماضي رح يلقى لنا حلول ننتقل الآن إلى اللاعب الموالي عندنا رياض محرز اليوم سجل أيضا ضربة جزاء لكي يؤكد أنه الأفضل في نادي مورشستر سيتي مجددا وأيضا يعني يطمئن بالماضي بمستوياته اللاعبين تقريبا كلهم رح يقدموا مستوى كبير فهذه النقاط رح تفرح بالماضي وتعطيه كما قلنا مرارا وتكرارا دفعا إلى الأمام ننتقل الآن إلى الخبر الموالي والذي يتعلق بمفاجأة بالماضي حسب رأي الشخصي في قائمته المعنية بمباراة المنتخب الجزائري أمام الكاميرون هو عد لانجد يورا حسب رأي الشخصي ومتأكد منه يعني 99% لأنه هذا اللاعب كان بدون نادي وطبعا يعني اللاعب انتقل إلى الدور الجزائري الدور الجزائري على بوابة يعني مولودية وهران وذلك بالشكل من رسمها هو الإعلان الظاهر أمامكم لصفقة هذا اللاعب تعاقدوا معاه وطبعا هذا اللاعب يعني أرجع للبطولة الوطنية إلا أنه أنا دوقع لأنه عنده هدف واحد هو العودة إلى المنتخب الجزائري ممكن بالماضي تتصل به وممكن تطرحوا لي سؤال تقولوا لي علاش هذا اللاعب يعني ره متقدم في السن ومازال بالماضي يستدعيه صراحة لازل كرام عدنا سفيان بندبكع نعم نتفقوا على هذا النقط سفيان بندبكع براشيل عم سفيان بندبكع لحد الآن مازال ما لقيتش خبر لا من إدارة نادي الفتح السعودي لا من حتى المواقع الإخبارية السعودي ولا حتى الجزائرية اللاعب رهت بدون يعني مشاركة بعيد عن المنافسة بشكل كبير جدا هذا اللاعب نوعا ما يعني عنده اللياقة البدنية دائما شفناه في موقع تنوصف الاشتراك ينشر بعض الفيديوهات وهو يقوم بتمرين رياضية شقة من أجل حفاظ على لياقته البدنية وطبعا إذا رح يلعب بعض المباريات ممكن أنه رح يكون مفجأة الكوتش جمال ماضي في قائمته المعنية بمبارات الجزائر ضد الكاميرون وهذا اللاعب عنده خصائص أفضل من بعض اللاعبنا الآخرين على سبيل المثال هذا اللاعب نحتاجه في المبارات الأولى اللي رح تكون في الكاميرون هذا اللاعب دبابة ما شاء الله عليه نحتاجه أنا بالنسبة لي نحتاجه رغم أنه متقدم في السن ولكن هو حل مؤقت في ظلم اللي أنه ما عدناش يعني بعض العناصر تحل محله لأنه المبارات رح تكون فيها خشونة بدنية كبيرة رامز الروقي قدم المستوى الكبير وقادر يعني يواجه تلك المواجهات الثنائية واحد ضد واحد ولكن عدنا نقديره أفضل نخرجه من بمب واسع ونتفق على هذا النقطة فهذا نتوقع بل أنه رح يكون جديد المنتخب الوطني الجزائري وننتقل الآن للخبر الموالي والأخير والذي يتعلق بالمشاكل التي رح غارق فيها منتخب الكاميرون قبل مباراته أمام المنتخب الوطني الجزائري وطبعا مصائب قوم عند قوم آخر فوائد إذا منتخب الكاميرون عنده مشاكل حاجة بين المنتخب الجزائري والمستفيد الأكبر وطبعا المشاكل التي يعاني منها حاليا المنتخب الكاميروني هو مشكلة سامور إيتو يعني الاتحاد الكاميروني لقرق القدم مع وزير الشباب والرياضة رحاهم في משاكل كبيرة وكثرة جدا شاركنا معكم سبقا وكذلك المشكل الثاني هو أنه كانسي ساو رح عليه مشاكل كبيرة وضغوطات كبيرة هاد مدرب رح في محل إقالة سامور إيتو ما رح يحبه كمدرب للمنتخب الكاميروني بعض الجهات المسؤولة في البلاد الكاميرونية يعني وزير الشباب والرياضة كمدرب للمنتخب الكاميروني يعني راح عليه ضغط وحتى الاتحاد الكاميروني عليهم ضغط كبير ورهيب جدا وحتى رئيس الشباب الرياضة عليه ضغط كبير جدا فهذا النقاط راح تأثر على المنتخب الكاميروني والمنتخب الجزائري كما قلنا هو المستفيد الأكبر وكذلك يعني منتخب الكاميرون عنده إصابتين إصابة نجم نابولي زابو أنقيسا وكذلك ابتعاد تشوبو موتينج نجم باير نميونيخ عن تشكيلة منتخب الكاميروني لأنه تشوبو موتينج أخر مرة تشاجر مع المدرب انتاعه كونسيساو وقال باللي أنه مدام كونسيساو مدربة للمنتخب الكاميروني أنا مراحش نجد نجي للمنتخب الكاميروني فمشاكل كثيرة إصابات شجار خلافات التيار لا يمر بين الاتحاد وكذلك يعني وزير الشباب والرياضة على كل حال بالنسبة لهذه نقاط مفيدة للمنتخب الوطني الجزائري وإن شاء الله نتأهله إلى المونديار كان هذا الفيديو اليوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام